السلام عليكم اخواتنا المشاهدين كديري اللباس عليكم اليوم غالي نهضو على سعاد وكاوتر كاريزما وعلى ضريب القناوات اللي تضربوا لسعاد كيف مشفنا سعاد مشاو عندها واحد زوج باش يساعدوها في القناة ديالها باش يحيدوها الانذارات وفعلا هاد الزوج مشاو عندها وبحطو القناة ديال سعاد ورقاوها ماجينها زوج انذارات مشي ثلاثة وحدها باسم كاوتر كاريزما وحدها باسم ديال قناة بنتها يسرى هاد الناس هادو اللي مشاو باش يساعدو سعاد قالوا ليها واش تحنا بغيتين انضربوا ليك القناوات اللي ضربوك وعندهم زعمة الحق عباش يضربوها وكيف ما شافوه ما قال لهم عندها من القناة ديالة تقدر تسينياليهم وتعطيهم انذارات ولكن سعاد رقضات سعاد ما بغاش تسينياليهم وما بغاش ضربوهم لان هادك بنتها وهادك الصادقة ديالها والصادقة ديالها اللي هي كوتر كاريزما طلعت البارح في واحد الفيديو توضيحي وحلفات واقسمات بالله بانها ما عندها حتى شي علاقة بدرب قناة سعاد وقالت هديك صديقتي وعزيزة عليها لاش غنضرب ليها القناة وفعلا اللي جيتي بالمنطقيا ما عندها حتى شي مشكل معاها حتى في الصفر رابقات غالية معا حتى تركبت في الطيارة وهديك عزيزة عليها وهديك تايا كتقدرها زي ما كتستبعد انها تكون هي اللي ضربت لي هالقناة وقالت انا اختار قرية جيمايل ديالي وبقات لنهار كامل وهي خدامة عليه وجابت شي واحد ليساعدها حتى رضت الجيمايل وما اللي رضاته ما كانش عارفة بان القناة ضربات ديال سعاد ومن بعد عاد عرفات بان من قناة هالضربات سعاد ديالسعادة عرفات علاش تختارع جيمايل دياله وهي ملصقها في الزوج ديالسعاد لانها عندها مشاكل معاه قالت بغين تاقمني بها الطريقة هادي وفعلا قالتي لا كان هو وراه نجح لانه سعاد ادت لها القناة لطريقي انا سعاد شفناها اليوم في الفيديو مهدنة ومرتاحة وما معصباش وما مقلقاش على قناتها وحتى الناس اللي جوا باش زع ما يساعدوها وعندهم الحل باش يضربوا القناوات اللي يضربوها هي قالت لي ما بغيت انا ما بغتش تقادي حتى شي واحد سوى بنتها سوى صادقتها سوى الراجل ديالها وفي دهزعمها باش تهي ترد لهم الاعتبار اللي داروا لها وترد لهم الادل لاداوه ولكن هي ما بغتش تقادي حتى شي واحد وهذا كنشجعها علي لانها ربه هو اللي في خلص اي واحد علاقة بنيته ما خاصاش الى كان واحد خبيت الاخر يكون بحاله خلي دك شي الله اللي كي يخلص وكيف ما شفنا دوك الناس اللي مشاوا باش يساعدوا سعاد قلبوا التليفون ديالها وهي دارت فيهم الطيقة وعطاتهم تليفونها وكتشكر فيهم واخا آآ سعاد ما عندهاش اصلا المشكل في قناته هي مضربة من قناوات خرين رغم ذلك هي كترة الطيقة العمية اللي كاتتق في الناس جوا دوك الولاد عطاتهم تليفون ديالها باش يشوفو كيف ما قالت اليوم عندها مضربة حتشي قنات ورغم ذلك عطاتهم تليفون ديالها عكس زوج ديالها هو اللي وبنا البارح فاش طلعت في ذاك اللايب قالت احنا ما بغيناش نتيقوا في الناس وما بغيناش نعطيوا تليفوناتنا خفناهم يختار اقول قنات ديال حيث يدخلوا ارباح فلوس مهيم ما خافوز عما يضحكوا عليهم ويديروا ليهم شي لعبا في تليفون ما تاقوش ولكن يقدروا هوم يبعدوا من المنتقدين رمش يكين غير المنتقدين اللي كيخدموا هاد الخدمة ديال اليوتيوب يمشي وعد شي واحد اختصاصي ما عنده حتى علاقة في قناتهم اه في الدريب ديالهم ودوك اللي مقادين ويشوفو شي واحد هو اللي يحيد السينيالات ديال الناس ومنهم سوعات حيث حشوما وعيب وعار هادك السيدة تضرب لها القنات وسط واحد مجموعة ديالقانوات ديالبنتها ديالضرتها ديالعقوستها ديالراجلها ديالبنتها الصغيرة وهي الواحدة زمان اللي يبغوا يحيدوها وهي اللي كانت طلعتهم كاملين هدي ما تدخلش للعقل ده هي ما خاصتش سكتها لحقها في الحقيقة حيث هاد شي صعيب وصعيب بزاف خصوصا هي متأكدة انها جسينيال من عد راجلها وهو اكده ومرطه اكده كل شي اكده بانها مضربة من عندهم ودابة رافضين باش يحيدو لها السينيال ما القنات هاد شي ما يبغيه لربي لعبده وبالنسبة الكوتر طلعت البارح وهضرات بموضوعية وقالت بانه غجيب واحد سيد في يدبك كينا في فرنسا قالت غجيب واحد سيد عنده للدار وغاد يتخدم معاه باش يحاول يحيد اندار لسوعاد بعدها لابقى اندار واحد ما شي مشكل حيث اندارات بزاف كي يطيحوا القنات وشوفنا احنا سوعاد قناتها تراجعت بزاف في المشاهدة لانها مضربة في السينيالات وقالت بانه غادي تحيد الاندار باش القنات ترجع عادية عن سوعاد وانتمنى هات شي هو اللي يكون وبالنسبة لدوك الدراري اللي جاوا عندها قالوا القنات هي لابقى تلت شهر وهي مضربة في السينيال وما ترفعش عليها وما تحيتش عليها تقدر تطير تقدر تتحبس وما تبقاش خدامة نهائيا بان الاندارات كي يبقى مربوطين بها هات شي الى كانوا ثلاثة كتحيد القنات آآ في تسبع ايام وإلى كانوا غير زوج او واحد كتبقى ذاك الاندار تابعة وهات شي زع ما صعيب على واحد عنده قنات كبيرة كتدخل لي ثلاثة المليون ربعات المليون كاللي ما كي يحلمش تبي كمتا نقوله الفين درهم للشر واحد دخل ليد المبلغ وجي واحد يضلمه ويقطعها لي باش هو يحيدهم الوجود راح شوما وعيبه عار راحوما الواحد خاصه دائما يفكر في الغير قبل ما يفكر في راسه واش واحد هو عنده قانات وفرحان بيها وخدامة وعندها مشاهدات وكيدخل منا زبالة ديال الفلوس ربعات المليون تسعة المليون وغايجي واحد الوحدة اللي هي قريبة احنا خلي المنتقدين المنتقدين اللي كانوا كي يزول محتوى هادوك ما عندهم حتى علاقة بسوعات احنا ده باكن هضروع للزوجة ديالها السيد هادا هي اللي اه هي اللي كتبقى فينا في الحقيقة كتبقى فينا وخا هو يقول لك اللي راح عندها الفلوس راح عندها هادا ماذا كرزخة حتى واحد ما تقولوا البحار ما ما كيكراش زيادة حتى واحد ما كيكراش زيادة وخي يكون عندك لك عندك كتبغي المزيد احنا في الحياة هادي هي طابعة ديال الانسان ماشي انا غادي نجي نقول تي عندك بقعة عندك دار نضرب لك هادا اليوتيوب حي دولك حشوه موعيب وعار رتا هي بغا تخدم كيفا كيف الناس وخصوصا هي اصلا هي اللي مقصحة اصلا في هادا المشكل كامل ويلي من حقها تدخل هادا الارباح ولا تدخل هاد الفلوس لانها اه خسرات بناتها اولا خسرات الراجل ديالها هادو اللي وقع عندها مشكل معاهم وفرق وتخاصمت معاهم ودابة ولا وضدها وخي يرجعات وتسامحات وتصالحات هما ما بغوش يسمحوا ليها وبينو انك ينتاقموا منها اه تزوج عليها الراجل وديك الدرة اللي جات ما كتحملهاش وبغت نفيها ما بغاش تكون قاع بالوجود ودربت فيها وعيرتها يعني هاد السيدة هي اولى تكون عندها لك القانات هي ديها واكلة الشحط مشي زعمة كتصور عادي وكتربح ذوك الفلوس ذوك الفلوس اللي لربحاتهم راها واكلة الشحط عليهم هي اولى من واحد غي يضرب لها القانات ويصوره ويخدمه ويخدمه بالمشاكيل ديالها الشي علاش احنا كنقوله ضد شواحد يضرب قانات شي انسان خصوصا امرأ ديالك مزوجة بيك عندها عقد زواج معاك عندها وليدات ابناتها اللي هديهم اللي يسمحوا فيها وخلاوها هاد شي كامل ما يقدرش الواحد ينوض ويدير واحد ضربة اللي قادية للزوجة او الام ديال الولاد متمنى واد الناس يراجعوا نفسهم لانا مش القرار ديال الزوجة يا ابو حضورة ديال البنات ديال الامراء ديال كل شي متمنى ويوصلوا واحد القرار اللي هو ما يكون يقادي تشي واحد وإلى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله